المناشدة وصلتنا من أهالي حي النصر بمنطقة المعامل شرق بغداد المناشدة تتلخص بأن هذه المنطقة بها مدرسة كارفانية اسمها مدرسة الأمير الابتدائية يداوم بها 2400 طالب هذه المدرسة اللي صار وياها هي مدرسة كارفانية تخيل بالمدرسة الكارفانية 2400 طالب يداوم بها مثل ما دنشوف بالفيديو واقع المدرسة مشيدة على أرض مصبوبة يعني صاب عادي كارفانات والرحلات وأكو تفاصيل يمكن واضحة بمقطع الفيديو اللي دنشوفها الآن الأرض اللي مبنية أو اللي محطوطة عليها هذه الكارفانات هي أرض زراعية لصاحبها يعني شخص يملك هذه الأرض متفقوية وزارة التربية أو وزارة التربية متفقوية يعبق إحنا راح نحط هذه الكارفانات مدرسة الأمير راح نخليها هنا على أرضك ورح ننطيك إيجار سنوي على هذه الكارفانات متفقين متفقين كان الله يحب المحسنين اللي صار فترة طويلة كلش فترة طويلة صاحب الأرض ما مستلم ولا فلس من وزارة التربية من راح طالبهم بالمستحقات وقفوا الدوام بهذه المدرسة لغوا الدوام وحولوا المدرسة الكارفانية نقلوها إلى مدرسة كارفانية أخرى يعني الطلاب سحبوهم من هذه المدرسة الكارفانية وودوهم إلى مدرسة كارفانية أخرى أقل مساحة وأبعد مسافة عن الطلبة من بعدها وقفوا الدوام بهذه المدرسة الكارفانية نهائيا والطلاب حولوهم إلى مدرسة ثالثة بها ثلاث دوامات يعني هذه المدرسة الثالثة من بعد الكارفانات راحوا إلى مدرسة عادية لكن ثلاث دوامات وانتوا تخيلوا أصلا إحنا عدنا مدرسة بها دوامين والمدرسة الكارفانية الأولى اللي حولوها إلى المدرسة الثالثة بها 2400 طالب وانتوا تخيلوا العدد بهذه المدرسة الثلاثية يعني الرحلة حتى ما تتحمل كثرة الطلاب اللي قعدون عليها ولا أتوقع اليوم بحث ذاتها أنه ثلاث دوامات 2400 طالب والدوام الثاني شقد الدوام الأول شقد فوزارة التربية وين من هذه الموضوعات؟ اشتركوا في القناة